توا معناها مع هيئة الحقيقة والكرامة صاححنا توا تقريب من اواخر شرقوت وانا صاححت قعد توا سيد المكلف العام بنزاعات الدولة احضر معنا في جلسة تقريب باش اجل الجلسات وقعدنا لليوم معناها ويقفين ما نعرفوش ويمشي مشي دوسي الملخص نتاع الموضوع هي توا ثورة سارت والقضاء والاحكام واللجنة تقصي الحقائق والدعوات العمومية ذا امر معناها حاصل سار نعتذر معناها من قلبي ومذبية معناها هذه صفحة ونطويوها ونرجعو معناها الناس كلها كيف كيف ونرجعو خلي الوحد يرجع لسير الحياة العادي سبعة سنين حبس وانا كانسان باش منتفصاش من المسؤولية فاما حاجات عملتهم بتاتر عن جهل فاما حاجات عملتهم بداعي الغرور فاما حاجات اخرين عملتهم بالاغراء خطر فاما ناس زادة راو تغريك كيف ما قلت لك يجيك ويجي نعملو هكا وباش نصورو راو ودرا شو غدوة ايش بدروحه هو ويخليك امتي في الواجهة فامتني دونك انا كانسان اعملت حاجات باهية وعملت حاجات خايبة جيون فران لالوا في حاجات فامتني وثام حاجات اللي تبعت فيهم القانون بحذافيرو فامتني كلنا بشر وكلنا خطاو وخير الخطاوين التوابون انا ما اقولش اللي انا انسان منزه ولا نبيه مرسل ولا اللي انا ما امليك انا عملت فامت حاجات كيف ما قلتك عملتهم عن جهل فامت حاجات بداعي الغرور فامت حاجات بالغراءة خطر السلطة تغريك اللي يبدأ في الكيس نورمال مش كيف ما اللي يبدأ يسوق مثلا في بنتلي نظرة الناس ما تبدأش كيف كيف نظرة المسؤولين مش كيف كيف برشا حاجات تتغير والسلطة تغري برشا تغري بالقدير بالقدير وعلى اساس هذية نعتقدنا اللي اليوم توا بعد سبعة سنين طولت الحكاية مذابية الواحد معناه يتعامل كم واطن تونسي عنده بطاق تاريف وطنية وعنده باسبور تونسي وتولد في الارض الضيئة زيادة فامتني ما نقولش اللي انا وطني اكثر من التوانس الكل ولا اللي انا مثلا نقص وطنية عليهم عندي في كل جانب عندي لحاجات لي خير منهم وحاجات لي أخيب منهم ولكن اللي طالب وانا بصدق معناه اني نتعامل معناه على اساس العدل والمساوية اخويا هاني غلطت وهاني استعرفت ونعتذر الكيف تطيع في الشعب التونسي ونعتذر حتى كان الحد مثلا اللي انا اختعت في حقه واللي هو مثلا يحب يواجهني ولا يحب ان نعوض له بطريقة ما فيها بس اشتركوا في القناة